أعلنت وزارة صناعة وتنطلولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس عن تدشين النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج القيم الوطني المضافة بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج وذلك تحت مظلة برنامج خبرة إحدى مبادرات برنامج نافس وقال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيم الوطني المضافة ستتم إتاحة فرص التدريب للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر تحت مظلة برنامج خبرة وأضاف أن هذا البرنامج يتماشى مع سياسات الوزارة منذ التأسيس لتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية ورفع جهزيتها للاندماج في سوق العمل